طيب أبو عبد الرحمن هنا كويسي عبد الرحمن على ذنك الله هنا كويسي أبو عبد الرحمن بسم الله معلش يا أبو عبد الرحمن حنا خليناك الأخير لأنهم أكبر منك سن وأنا أتبقت معكم من أن أخذ الأكبر سن وترى من حضلك منك صغر من سن يعني أنت باقي لم يليل حق أبو عبد الرحمن العمر كم الأمر خمس وخمسين أول زواج له مع مبد الرحمن كم سنة؟ خمس وثلاثين سنة يعني قريب ألف واربعمائة وعشرة طيب نفس الحياة التي عاشوها الشبال أو أنت أفضل شوي لا لا نفس الحياة لأنني أنا زوجت وإحنا بادية في البر بيوت وشعر وخيام كم كان المهر؟ المهر فوق الخمسين خمسين طيب وين كان شهر العسل؟ ما فيه والله شهر عسل كلها تعمرك هنا قضيت شهرين إجازتي كلها قضيتها في الديرة ها في فندق؟ ولا في فندق ولا في أي شيء كاتو؟ وهنا فيه والله شيء ترطة؟ لا أنا فيه شيء مرة ألعاب نارية؟ لا أعلمك بعد بشيء بعد إنما أنا ما أشوفها غير في الليل خاتلها ثلاث يام دا أربع يام والنهار؟ والنهار ما أشوفها معها لا تشتغل؟ لا تروحي عندهم عوايد و تقاليد تعيبنا تجسمع زوجها كده اختلفتوا في الثلاثين سنة؟ ايه اختلفت واجت بس إنها ما بعد وصلت للانفصال والطلاق؟ لا 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 ما وصلت للمرة إيش السر يا بو عبد الرحمن؟ يطلع الأمر السلامة السر أنا دار أنك تسأل عشان المقارنات من الوقت الحالي نعم الوقت الحالي الجيل اليوم المجونة حتى الأبا والأمهات يضايقون ابنهم بنتها يقول أنت ترى ما سوالت أنت ما عملت أنت ترى يعني بعد ضعف الأبناء وجهلهم الولدين اللي وراهم ما هي ركيزة قوية ركيزة الولدين اللي وراهم يحرضونهم على أشياء سلبية يعني ما يعينونهم فهذا من الأسباب والشيء الثاني الفارق اللي بين الأول الفراغ لما يكون متقابلين لا شغل ولا مشغل لا متقابلين ترى ينشأ عند كوب شاهي خلاف يعني الفراغ هذا السبب الفراغ موت الحمر طيب يعني توعي المشاكل الآن أنها أول شيء سبب فيها الوالدين الوالدين والفراغ سواء للبنت ولا للولدين والفراغ والفراغ أبو صالح يقول التقليد التقليد ما أدري والله عن التقليد لكن قصد التقليد مثلا اللي يشوفون بعض اللي يطرعون في السنام بقول نجيشون حياتهم هذا من الأسباب هذا سبب الغضب أيضا سبب والغضب سبب صحيح وانا من صح حقية ما فيه يسر ولا فيه بيت خالي ما فيه بيت نظيف ما فيه بيت على ما يشوف في المسلسلات ما فيه ما فيه بيت مئة في المئة في المئة مئة ما فيه لكن الأمور تخذ بالهدو والخلاف يحدث ترى ما يستمر يمكن ربع ساعة يمكن ما يكمل ساعة إلا يزول وتعود الأمور مثل ما كانت فأنصح الغضب هذا ما أحد يتعجل لا رجل ولا مرة لا بنت ولا ولد ينتظر وكل قضية لها حل ومن حلة اليوم تنحل في الأيام الجاية ويوسع باله لا يفكر في كل شي في كلمة الطلاق هذه هذه الكلمة ما شاء تقول لأم عبد الرحمن تحبها أو لا والله أم عبد الرحمن ما فيها أجدال أني أحب أم عبد الرحمن وأنا ميتزوج معدد وأحب أم جاسر وكلها جماعهم والحمد لله أم عبد الرحمن يوم تزوجت عليها تقبلتني ولا عاتبتني ولا زعلت بالعكس أول ما جينا وجبت لها زوجتي الأخيرة والله من استقبلتنا كلمة تقولها لأم عبد الرحمن ولأم جاسر أقول الله يسعدتن والله إحفظتن وفقتن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي ما بين قلوبك شكرا يا أبو عبد الرحمن أسأل الله أن يسعدكم ويسعدكم مع عبد الرحمن ومجازر ويصرح لكم مع أطاقكم يا رب العالمين الحم والديك الحقيقة أنا ويمكن الضيوفي اللي معي يعرفون أن هذه حياتكم